اشتركوا في القناة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يوقلب على أغبيه وإن كانت سلكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يمتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهد وموليا باستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه نلحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تغشوهم وشوني ولأتيم نعمتي عليكم ونعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يصل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا نكونوا لمن يقدر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأبوان والأنفث والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا النصيبة قولوا إنا لله وإنا إنا يراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون إن الصفا والمرت من شعائل الله فمن حج البيت ويعتمر فلجناه عليه أن يضوب بهما ومن تضوأ خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكذاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وباتوا وهم جفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واخضلاف الليل والنان والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موضع وبس فيها من كل دابة وتصريب الرياح والسحاب المسخن بين السماء والأرض لآيات لكوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنذبر منهم كما تبرعوا منا كذلك يليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا ضيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والبشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا كنا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعب بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من ضيبات ما رزقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إنما أرم عليكم الميدد والدم ولحمل طنزين وباو النبي لغير الله فمن الضر غير باق ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله غفوظ الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من السماء مما ينفعها بالأرض بعد موضع وبالسفية من قل دابة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من القتاب يشعرن به ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشكروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الغذاب بالحق وإن الذين اختنقوا بالغذاب لفي شقاق بعيد ليس البضاء أنت ودن وجوهكم من قبل المنشري والمغرب ولكن البضاء من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البضاء من آمن بالله واليوم الآخر والبلايقات والكتاب والنبيل وآد المال على حبيد والقرب واليتام والمساكين وآد القرب حتى وآد القرب حتى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآد الزكاة والموفون بعدم ذا عاهدوا والصابرين بالباساء والضراء وعين الباساء أولئك الذين الصدقوا وأولئك هم المنتقون يا أيها الذين آمنوا قدب عليكم القصاص بالغسل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسى بالانسى فمن عف له من أخي شيئا فانتباع بالمعروف وأداء إليه منسان ذلك تخفيف من ربكم رحمة فمن عددا بعد ذلك فله عدام أليم ولكم بالقصاص حيات يام للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المنتقين فمن بدله بعد ما سمعوا فإنما اسموا على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم فمن خاف من مصير جنبا أو اسما فأصلح بينهم فلا اسم عليه إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا قدب عليكم الصيام كما قدب على الذين من قبلكم لعلكم تنتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفرها فعندة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه بليتوا طعام مسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير له وأن تصوروا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنسل فيه القرآن وذل للناس وبيناتهم من الهدى والفضغان فمن شهد منكم الشهر فليسوم ومن كان مريضا أو على سفرها فعندة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولدوا اكملوا العدد ولدوا كبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرعبة إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أعبسكم فتاب عليكم وعنفا عليكم فالآن باشرون وابدووا ما كذب الله لكم وكنوا واشربوا وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا صيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تغربوها كذلك يبين الله آياتي للناس لعلهم يتقون فلا تكونوا أموالكم بينكم بالبادل وتدنوا بها إلى الحكام لتكونوا فريقا من أموال الناس من الإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله إلهي مواكيد للناس والحج ولنسى البر بأن تأتوا البيوت من دورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقادلوا في سبيل الله الذين يقادلوا لكم ولا تعددوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تكبتموهم أخرجوهم من حيث أخرجوكم والبسنة أشد من القادر ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقدنوهم كذلك جزاء كافرين فإن انتهوا فإن الله غفوظ الضحيم وقاتلوهم حتى لا تكون بسنة ويكون الدين لله فإن أدهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات القصاص فمن عدد عليكم فاعددوا عليهم مثل ما عدد عليكم وادقوا الله وعدموا أن الله مع المتقين وأنفقوا وأنفقوا من سبيل الله ولا دلقوا بأيديكم إلى الدهن قد وأنسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصر دن فما سيسر من الهد ولا تحلقوا نؤوسكم حتى يبنوا والهدي محلة فما كان منكم مريضا أو بأذب من رسي فبريعتم من صيام نعوص لقد نعنسك فإذا أمينتم فمن ذمدع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ودقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيه إن الحج فرار فسوك ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلموا الله وتزودوا فإن الخير الزاد التقوى وانتكون يا أولي الألباب ليس عليكم ينعقوا أن تبدو فضلا من ربكم فإذا أفضوا من عرفات فاذكروا الله عند المشأل الحرام واذقنوه كما هداكم وإن يقنتم من قبل من الظنين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور وضحيم فإذا قضيتم ناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن اللاس من يكون ربنا آتنا بالدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يكون ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وجنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سليع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجن في يومين فلا اسمع عليه ومن تأخر فلا اسمع عليه لمن اتقى ودهوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قونوا بالحياة الدنيا ويشيد الله على ما في قلبه على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى بالأرض ليسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب المساد وإذا قيل له انتق الله أخذت العزة بالإسم فعسم جهد ولم يسى المهاد ومن الناس من يشر نفسه بضغاء مرضا الله والله رأوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تدبعوا خدوا للشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما نياء تهم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يتيهم الله في ظنن من الومام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائن كم آتيناهم من آية بينة وبين يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصرون من الذين آمنوا والذين انتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس أمة واحدة وفبعث الله النبيين وبشرين ومذنين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أدوه من بعد ما جاءت سم البينات بويا بينهم فهذا الله الذي لا آمن لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يذي من يشاء إلى صراط مستقيم أم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مصر الذين أخذوا من قبلكم بسدهم البنساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الوصول والذين آمنوا معه متى نصر الله أنا إن نصر الله غريب يسألونك ماذا ينفق كل ما أنفقتم من الخير من الوالدين والأغربين وليتابعوا الساقين ومن السبيب وما تفعلوا من الخير فإن الله به عنير كذب عليكم الهدان وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام كتال فيه كل كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عيد الله والمسند أكبر من القدل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعه ومن يردد منكم عن دينه فيبدوا وكافر فأولئك عبدوا سعمانهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصابوا النار هم فيها خالدون إن الذي لآمن والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله أولئك يرجل رحمة الله والله ونفوض الرحيم يسألونك عن الخمر والمن يسر كل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس واسمه ما أكبر من نفعه ما ويسألونك ماذا ينفق كن العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتبكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام أقول إصلاح لهم خير وإن خالدوهم فإخوانكم والله يعلم المرسد من المصرف ولو شاء الله لأعناتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنجح المشركات حتى يؤمنوا ولأمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنجح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد من خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط كله أذى فاعدز النساء بالمحيط ولا تقربون حتى يظهر فإذا تطهر فتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن ناشيت وقدمون أنفسكم وادقوا الله عدم أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم أن تبروا وتدقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللو في أيمانكم ولكي يؤاخذكم بما كسمت قنوبكم والله غفور حليم للذين يغنون من نسائهم ضربوس أرباد أشهر فإن فاهم فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم والمطلق وادوين ربسن بأنفسهن سلاس فلا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرآمهن إنهن يؤمن بالله واليوم الآخير وبعونتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن بسر الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجا والله عزيز حكيم الضلاق مروتان فإن ساكم بمعروف أو إسلاح مرسا ولا يحلكم أن تغفدوا مما آذيته اتنى شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم خدود الله فإن خدم أن لا يقيم خدود الله فلا جناه عليما بما سدت به تلك خدود الله فلا تعددوها ومن يدعد خدود الله فأولئك هم الظالمون فإن ضلقها فلا تحذنه من بعد حتى توقح زوجا ويرى فإن ضلقها فلا جناه عليما أن يتراجع أن يظل أن يقيم خدود الله وتلك خدود الله يبين وأن قوم يعلمون وإذا ضلدوا النساء فبلغوا لا جنه فأمسكوه معروف إنه صرح بمعروف ولا نمسكوه اضرار لتعددوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تدخلوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب من الكتاب والحمة يعيذكم به وادقوا الله وعدموا وأن الله بكل شيء عليم وإذا ضلق دموا النساء فبلغوا نجل فلا تعظموا ودن أي كهن أزمج وإذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أسكى لكم أظهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات رضي أولاده حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المونود نسكهن وكسفتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضاد وعالدته بولدي ولا مونود له بولدي وعلى الوالس مثل ذلك فإن أراد بصال عن تراض منهما وتشاور فلا جنى عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جنى عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم وإذن أزواج يضرب سن بأن أربعة عشر وعشرة فإذا بلونا جنى فلا جنى عليكم فيما فعل في أرب سن بالمعروف والله بما تعبرون خبير ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أكنهتم فيه أو بسقوا علم الله أنكم ستنكرونهن ولكن لا توعدون سرا إلا 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 تكون قولا معروفا ولا تعزموا عقد ذا النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهدروا واعلموا أن الله رسول حليم لا جنى عليكم إن ضل لكم النساء ما لم تمسون أو تفرضون لهن فريضة ومتيعهن على الموسيق ودروا على المقدر قدره متاعا من المعروب حقا على المسنين وإن ضل لكم من قبل أن مسون وقد فرغتم لهن فريضة بلس ما فرغتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للدقوة ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المصطى وقوموا لله قاندين فإن خمتم فرجالا أو ربانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ويرى إخراجه فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه من معلوف والله عزيز حكيم وللمضلقات متاعهم بالمعروف حقا على المنتقين كذلك يبين الله لكم آيات إن لعلكم تعقلون أَلَمْ تَرْئِنَا الَّذِينَ خَرْجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ وَنُوْفٌ حَظَرُوا الْمَوتِ فَقَالَ لَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَتُوْتُوا بِمْ أَحْيَاهُونَ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْسَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَادِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيعُ وَالْعَلِيمُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرُضٌ حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبَسُدُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ أَلَمْ دَرْ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَادِلْ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهَا لَعَسَيْتُمِ يَوْقُدِبْ عَلِيْكُمُ الْجِدَالُ وَأَلَّا نُقَادِلُوا وَنُوَ مَالَنَا أَلَّا نُقَادِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ جِيَالِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا قُلِبْ عَلِيْهِ مُلْكِ تَنُتَوَنَّوْا إِلَّا قَلِيْنًا مِنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّانِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ ضَانُوا دَمَنِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُنَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَهْوَحَهُمْ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُدَسَعْتَا مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَسَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمْ وَاللَّهُ يُتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِ أَنْ يَجْيَكُمُ تَامُودُ فِي سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُوا موسَى وَآلُوا تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَذَتْ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصْلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلِيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَدْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَلِغَ طَالُ فَغْرَفَةً بِيَدِهِ فَشْرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قُنِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ قَالُوا لَا دُعُقَ تَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُ وَدَوَ جُنُودِي قَالَ الَّذِينَ يَذُلُّونَ أَنَّهُمْ مُنَاكُوا اللَّهُ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَنِيلَةٍ وَغَلَبَتْ فِيَةً كَتِيرَتًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَصَّى بِنِيرُ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُودَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَسَبِّتْ أَغْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقدر داود جانود وآتاهم الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين